ما دار في هذا اليوم هو وصول دولة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى عدن وبرفقته أكثر من سبعة وزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووفد رفيع المستوى من الحكومة الأثمارية كانت قبل ساعة من الآن في طريعة من استقبل دولة الرئيس الذي كان في استقباله عدد كبير من المسؤولين في عدن وكذلك القيادة السعودية في التحالف عندما التقينا به كأول قناة تلتقي به على أرض مطار عدن تحدث بأن هذا أهم جاء في اتفاق الرياض هو عودة الحكومة وهو بدون شك ذو فائدة هامة جدا تحدث بداية عن البناء للإنسان لن يكون هناك بناء لمحافظة دون أخرى ومنطقة محرضة دون أخرى جميع المناطق المحرضة في اليمن ستجد قبولا فيما يختص بالتنمية وأن الإنسان هو رقم واحد في المعادلة القادمة للحكومة بعد وصولها نعم ناصر ماذا عن أخر المستجدات ميدانية؟ صوت إزعاج قريبيني نفتعدين السؤال ماذا عن أخر المستجدات ميدانية ناصر؟ على الجانب الميداني هناك حجد كبير من القوات في الضالع محاولات لمنع ورد وصد قوات الميليشيا التي تحاول أن تخترق بعض المواقع ولكن القوات المتواجدة على أرض الميدان تمنع ذلك في كافة حاليمن ربما عودت الحكومة إلى عدن هذا اليوم سيكون من دورها أيضا تنظيم العمل العسكري من بين القيادات وكذلك الأمن الداخلي إن رأس الحرب والعمود الفقري في تنمية اليمن هو عودة الحكومة من الجانب العسكري سواء ما يتعلق بمطاردة وصد ومنع فلول الميليشيا الإرهابية أو حتى على مستوى الأمن في كل محافظات اليمن